استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام سعادة السيد محمد سليمان الملة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يرافقه سعادة الأستاذ سالم بليوحى المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي بالمؤسسة وخلال اللقاء رحب سعادة وزير الإعلام بزيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام إلى مملكة البحرين والتي تأتي في إطار علاقات الأخوة والمحبة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا أن العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد نماء مستمرا في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من وشائج قربة قوية وحرص متبادل على الوصول بها إلى الأفاق التي تلبي التطلعات المشتركة على المستويات كافة وشاد سعادة وزير الإعلام بجهود مؤسسة دبي للإعلام منوها بالتعاون المتواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات العمل الإعلامي بعدها قام الوفد بمرافقة سعادة وزير الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة بجولة في أرجاء وزارة الإعلام ومنها الاستوديوهات الخاصة الجديدة وإدارة الأخبار وعرب الوفد عن عجابه بما وصل إليه الإعلام في مملكة البحرين من مستويات متطورة وما يحظى به من إمكانيات حديثة تضاهي نظيرتها في أحدث القنوات الإعلامية العالمية